احتضنت قاعة أبراج بن محفوظ بالمكلة مؤتمرا صحفي التعريف بمؤتمر نموذج محاكاة الأمم المتحدة والذي سيمتد لثلاثة أيام على التوالي يستقبل وفودا من مختلف المحافظات وعلى رأسها المحافظات القابعة تحت سيطرة الحوثية تفرد حضيت به حضرموت التحضيرات النهائية في عاصمتها المكلة لانعقاد المؤتمر الدولي لمحاكاة الأمم المتحدة والذي تنظمه مؤسسة عدالة للتنمية القانونية ثلاثة أيام متواصلة يجري من خلالها تدريب المشاركين من مختلف المحافظات حتى تلقي القابعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي على أن الحديث حول كل دولة وفقا ومعايير النقاش التي حددها القائمون على المؤتمر إن هذا المؤتمر له أهداف سامية وشفافة وهي تمكين قادة الغد من الشباب من أجل تأهيلهم وتغذيتهم بالمادة العلمية والخبرة للتعرف عن الأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها وبالتحديد فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العمومية وكذا مجلس الأمن وكذا إجراءات ومرافعات محكمة العدل الدولية الصفغة الرسمية والطابع الحكومي غابت في مؤتمر المحاكاة الخاص بنسخة بلادنا في أول إلقاء أمام وسائل الإعلام على غرار تنظيم الحكومات الأخرى في البلدان المجاورة لمؤتمر المحاكاة دون المؤسسات المحلية غياب الحكومة عن المشهد الأساسي أرجعته مؤسسة عدالة لوجود تنسيق مباشر مع حكومة المناصفة وفي طليعتها مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية المتقدمين للمشاركة في معنى من صنع 22.3% لغة الأرقام بدت طاغية في المؤتمر الصحفي استيعاب 60 مشاركا من المحافظات التابعة لميليشيا الحوثي قد يؤدي إلى صحة شعبي سيما وأن المكلة كانت على مدى سنوات طويلة بعيدة عن أوجه الصراع السياسي الممزوج بأعمال التدريب والتأهيل الخطوط العريضة لمؤتمر المحاكاة قالت المؤسسة القانونية أنها ستشمل الأمن والسلامة الدوليين ومكافحة جهود الإرهاب وتأمين الاحتجاجات الإنسانية في مناطق الصراع والتي منها عموم محافظات البلاد هذا المؤتمر صراحة أظهر لنا كل ما نريد أن نسأل عنه ونستفسر عنه من جميع الجوانب الذي سيعقد فيه مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة وتفخر حضرموت بهذا اليوم تفخر حضرموت أن يقام هذا المؤتمر في حضرموت ما بين 75 ألف دولار أمريكي إلى 100 ألف دولار أمريكي أما موازنات مؤتمر المحاكاة فإنه سينفق ما يقارب 100 ألف دولار أمريكي خلال ثلاثة أيام في وقت تبدو المرافق الصحية والأوضاع الخدمية في أمس الحاجة لمبالغ تعزز أعمالها في خضم الأوضاع الاقتصادية الصعبة لقناة المكلة بأس البامعس